السلام عليكم وكمالي وعدكم مرة الفاثة حلينا وضع اياه تعلق بالسرعة والمسافة والزمن بصحة الحالة التي كانت عندناها من قبل أنه السيارتين يتحركوا في نفس الاتجاه عندنا في اتجاه واحد كنا خدمنا له أعلم من 2 مسائل الوهران والسيارتين يتحركوا بزوج به من 2 مسائل الوهران في هذه الحالة لنقعدنا السيارتين يتحركوا في اتجاهها المتعاكسة ما معنتها؟ معنتها هنا عندي السيد طارقي يسكن في مدينة تبسا والسيد أيمان يسكن في على بعد 900 كم منه معنتها واحد تبسا واحد في مدينة أخرى نقولونا في الساعة الثامنة صباحا انطلق السيدان من منزلهما كل منهما بالتجاه الآخر ما معنتها ليسكن في تبسا راحل المدينة هذه ليسكن فيها أيمن وبالنسبة للأيمن راحل تبسا بصح هنا عندنا السرعتان مختلفات السرعة طارق 60 كم في الساعة والسرعة أيمن 90 كم في الساعة قلونا عندما تكون الساعة الثامنة صباحا هي X يساوي صف معنتها ما قلعوا بالسوج بهم عند الثامنة صباحا اللي هي تمثل X يساوي صف معنتها تبعوا نفس المرجع تعالى الزمن معنتها هنا ما عندناش مشكل فيما يخص الزمن هنا قلعوا نفس التوقيت معنتها ما عندناش مشكلة معناش واحد متأخر واحد متقدم معناش نعمل X زائد ولا X ناقص في هذه الحالة معناش مشكلة بالنسبة للزمن هنمشون نشوفون ونزيدون ونواصلون قالوا أن X هو الزمن بالساعات المستغرق خلال السير بعد سير ساعة واحدة أي X يساوي واحد السيد طارق أصبح على بعد 60 كم من تبسا والسيد أيمن أصبح على بعد 810 كم عن تبسا هنا أضحط معي اللي رعدنا هنا هنا رعدنا لمرجعة المكان مش المرجعة تعى الزمن رعدنا لمرجع تعى المكان مرجعة المكان وشوه تبسا معنتها كل من الشخصين أيمن وطارق أنا نبحته على المسافة اللي تبعدهم على اللي تفصل ما بينتهم وبين المدينة تبسا هنا بالنسبة للطارق بالنسبة للطارق هو أصلا يسكن في تبسة معنى كيف يتحرك كيف يتحرك يبعد يبعد على تبسة معنى شحل الماء يتمشي شحل الماء بعد على تبسة فيما يخص أيمن أيمن رأى في المدينة الأخرى معنى هنا كيف يتحرك يقرب للتبسة وعلم أن المسافة المبين تبسة ومبين هذه المدينة المدينة الثانية مدينة أيمن هنا البعد مبيناتهم هي 900 كيلومتر معنى هنا هو أعرف باللي السرعة الأيمن هي 90 كيلومتر في الساعة وعندما معنى هذه 90 كيلومتر في الساعة معنى هو يقطع 90 كيلومتر خلال واحد ساعة معنى هذا إلى إذا تحرك ساعتين معنى يتحرك 180 كيلومتر إلى تحرك التبايع معنى هنا جنا 270 كيلومتر معنى أن يضرب 3 في هذه 90 معنى أن تضرب 3 مرات جنا 270 سننضرب هذه المسافة التي سيقطحها هذه المسافة لا يقطحها كمثال 90 أو 180 أو 270 سنقص من المسافة الكلي التي تبعد عن التبصة وهي 900 كيلومتر بعدها وهو أو شيء يبدو كمثال كي تمشيها ساعة كما المثال الذي أعطوه هنا وما يعمل؟ 900 كيلومتر هي المسافة الفاصلة ينقص منها المسافة التي تمشيها وهي 90 كيلومتر خلال واحد ساعة بالنسبة لساعة واحدها تلاحظ معي أي هنا ما تخرج له؟ تخرج له 900 ناكس 90 وتعطينا 810 هذا الشيء الذي أعطوه هنا هو كم أعطيت تلاحظ معي أي أدرك نحاول أن نرسم مواقع المخطط تلاحظ معي هنا هنا عندي عندي هنا عندي هنا أيمن هنا عندي طارق كمثال طارق هنا عندي أيمن يتحركوا كل واحد في اتجاه الآخر مهم بالنسبة لطارق هو الذي ستبس تبس هو الذي ستبس هذا هو المرجع المرجع لطارق 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 كل واحد ساعة يضرب 60 كيلومات معنى يتحرك 60 كيلومات خلال كل واحد ساعة معنى إلا تحرك ساعتين يجيه 120 إلا تحرك ثلاث ساعة معنى هنا نضرب ثلاث وهنا المساف ما بين ما بين كل هذا طارق وآيمن ما بين تبس المدينة هذه جديدة هذه المدينة مدينة نسميها مدينة ما نسميها مدينة ب مثال كمثال لنعقل على الفكرة هنا عندي 900 كيلومات معنى المساف ما بين أيمن وما بين طارق ولا ما بين المدينة ب وما بين تبس 900 كيلومات يلاحظ معايا دروق شوف معايا دوكيشن للي همني ما شي همني دروق ما شي همني الحساب قد لي همني دالة التي تتخرج لتعل طارق وتأيمن تحرك تأيمن وتحرك طارق هنا قالونا قصنا واحدة دالة اللي هي كمثال FDX FDX هذه المسافة التي تفصل أيمن أو لا طارق نبدأ بطارق طارق عن تبس هل تلاحظ باللي تبس هي المرجع معنى تهيان لنحوان نبعت هل تلاحظ معايا هذا دروق رأها هنا طارق رأينا وتبس رأها هو أصلا في تبس يعني دروق تتحرك تتحرك معنى تحرك واحد ساعة ما حال يولي كمثال هنا ما حال بعد ستين كيلومتر نعمل هي السرعة في الزمن يعني يعمل ستين في واحد وهي واحد ساعة وجينا ستين إلا تحرك ساعتين يولي كمثال هنا يولي ستين في اثنان 220 كيلومتر إلا تحرك ثلاثة معنى إلا تحرك ربعة نحن لا نعرف ما سيتحرك من ساعة لا نعرف ما سيتحرك لمدة التنقل حتى يوصل لمدينة هنا ستحرك الشيء الذي نعرف ما سنرى سنرى هنا ما سيتمشى لا يبعد على تبسى وما سيتمشى المسافة التي سيتمشى ما سيتمشى ما سيتمشى ما سيتمشى ما سيتمشى ما سيتمشى هنا بالنسبة لهذا الزمن يسمى هنا X معنى هذه لدينا 60 في 1 62 63 65 65 60 60 السرعة هي 60 هذه في تين الزمن يقالونا يسمى X معنى 60 X معنى X تساوي 60 X هذه طارق طارق هذه طارق نرى بالنسبة الأيمان الأيمان س merchant A B الطارق الشتغ يعيش xi 65 9 23 يعني هو من هو كيرادرو في هذا الموقع بكي لا تحرك شيء قامل سوف نعند المسافة الفاصلة ما بينه وما بينه تبسى 900 كيلومتر القصة هو شحل ما يتحرك شحل ما المسافة هذه المسافة تتسعمية تنقص تنقص بالمسافة اللي يتحرك به إذا ما عندنا هنا إذا رفت تمشى ساعة معتها يعمل 900 وينقص منها 90 في 1 الخطر حنا نعرض المسافة هي سرعة في الزامن معنتها 90 في 1 والجينة 90 في 1 هي 90 وتعني 900 ناقص 90 وتعني 810 إذا تحرك ساعتين يضع 900 ناقص 90 في 2 أعاول إذا تحرك تلت ساعت 900 ناقص 90 في 3 وإذا تحرك X الزمن لا نعرف ما يحال التحرك الزمن لا نعرف ما يحال التحرك معنتها في هذه الحالة نحط X معنتها هنا نسمي GDX هذه تاع أيمن أيمن أو المدينة بي مهمة هنا يساوي هذا هذا دروق ما نعمل هذه هذه GDX هي المسافة التي تفصل بين أيمن عن تبسل هذا سيبعد بصح هذا سيقرب سيقرب هنا هذا أصلا كان في التبس معنز هنا لم يكن يبعد لم يكن يشحل المويت لا يشحل المويت عليها ما تجدنا 60X ماذا لهذا هنا واش قلنا قلنا 900 كيلوميت هي المسافة الكلية هذه المسافة الكلية تعال هذه المسافة الكلية ينقص منها مسافة التحرك مسافة التحرك التي هي V في T اللي هي 90 90 في X 90 في X هذه V وهذه T وهذه كان هذه T عفوا وهذه هي مسافة التحرك هذه مسافة التحرك مع انتها هو درك ما يتحرك ما يقرب مع انتها هذه المسافة اللي هو رأي تمشها رأي ناقصة من 900 مع انتها هو واش يحط يحط 900 ناقص 90 X ها وذات حصلنا على الدالتين هذه خطية وهذه تألو يدرك هما واش يعطونا كمثال بالنسبة لأسئلة تحرك كمثال يقول لك يقول لك ما هو زمن ما هو الزمن الذي يلتقي فيه ما هو زمن الالتقاء هناك يحط لي زمن الالتقاء واش معنتها زمن الالتقاء معنتها هنا عندي فد ا Lok عنها تقص المسائن الخطية هي هي زمن الالتقاء لكي ندع زمن الالتقاء فد ما شط ندع فد هذه الأسئلة تقريبا هما هما كما خدمنا في الوضعية السابقة نفس الخدمات نخدم إلا أنه بعد الأحيان التفسير الوضعية هي المشكلة لا نعرف نفسر ما نعبر على الوضعية بإدالة خطية ولا تألوية ولا نبقى نحط أي حاجة على الظهر هنا جينا 60x وهنا جينا 900 ناقص 90x أي هنا دروق تعطينا هذه 90x نجيبها لهذه جينا هنا 60x زائد 90x تعطينا 900 بعدها تعطينا 150x تساوي 900 عندها هنا بالأخير x تساوي 900 قسمة 150 تعطينا 6 تعطينا 6 عفوا هنا تعطينا 900 قسمة 150 تعطينا 6 يعني هنا 6R 6R هذه هنا هذه 6R نزيدوها على كان يقولونا ومتى يلتقيين كما ما هي وقت الالتقاء وقت الالتقاء معناتها هنا خص بزوج بهم يتحركوا بزوج بهم خصهم يتمشوا 6 ساعات لكي يتلاقوا كيف كيف تلاحظوا معي تلاحظوا في نفس الموقع بعد 6 ساعات تتحرك يدروق كما يقولونا وقت الالتقاء معناتها وقتها لا يتلاقوا هنا عندي كانوا كانوا يتحقينها x يساوي 7 هذه كانت عند تامنة عند هذه هي التامنة صباحا هي x يساوي 7 دربك عندي ways to say we love it و نزيدونها و نزيدون ways to say we love it و نزيدونها دربك نزيدونها 6 نزيدونها 6 ساعة معن présence هذه 8 سارة صباحا و نزيدونها 6 ساعة معنves دربك عنها 8 و نزيدونها 8 8 سباحا و نزيدونها 6 ساعة جينا 14 جينا هنا 14 معنvesة يطلقوا هنا يلتقيان عند الساعة الرابعة عشر ولا أو عند الثانية بعد الزوال عندنا 12 أر هي زوالا ونزيد لها ساعتين بعد الزوال عند الثانية ضهرا هاي لاحظتم معي هنا ثمانية أر ثمانية صباحا ونزيد لها ستا أر ثم ترجع لها 14 يقولوننا كان يقولوننا دروق عاود يزيدوننا سؤال آخر يقول لك وما هي المسافة هنا ما هي المسافة الفاصلة عندك هنا المسافة مسافة الفاصلة عن تبسا عند الالتقاء أوجد مسافة الالتقاء أو المكان الالتقاء أو المهم هذا نحن نلقى ونقى المكان الالتقاء عند المسافة الفاصلة عند الالتقاء هنا نعود في أي واحدة من هذه عندي يائما يائما نحط F لستة وجينا هنا ستين في ستة وتعطينا تلتمية وستين كيلومتر ولكن نعمل J لستة نلقى نفس الشيء ونلاحظ معي نحط هنا ستة تسعومئة ناقص ناقص كعندي تسعون في ستة وتعطينا هنا تسعومئة ناقص هنا ستة تسعة وتعطينا هنا ربعة وخمسين مزيد لهذه السف جينا خمسمائة وربعين وتعطينا هنا في الأخير تلتمية وستين كيلومتر معنى هنا يلتقيها في الموقع الذي يبعد عن يبعد عن تبسى ب تلتمية وستين كيلومتر هنا أقل لك ما هي المسافة التي تفصل سيد طارق على المدينة تبسى ب لما X يساوي ربعة ثم X يساوي عشرة هنا تعمل F لأربعة F لعشرة من نسبة ما هي المسافة التي تبسى سيد أيمن عن مدينة تبسى تعمل J لأربعة J لعشرة عبد البداية X هذا كلفت منه رح تبعي ما شيء حاجة صحيبة حاجة سهلة فهمها هذه F لستة معنى هذا F لستة بعد طارق عن بعد طارق عن تبسى B تلتمية وستين كيلومتر وبعد أيمن عن تبسى حتى هو تلتمية وستين كيلومتر معنتها رومي يبعده بنفس المسافة عن تبسى معنتها هذا هو نفس الموقع معند هنا بعد طارق عن تبسى وهنا بعد أيمن عن تبسى تبسى حتى لحد يبعده بنفس المسافة عن تبسى هذا يبعد عن تبسى ب 360 و آخر يبعد عن تبسى 360 كيلومتر معنتها كيف يبعده بنفس المسافة عن تبسى معنتها في نفس الموقع لا يمكن أن يبعده بنفس المسافة عن تبسى وكل واحد رفئ بلاص معنتها في كل واحد رفئ مكان معنتها هذا الشيء اللي قمنا به تأكدنا منه عملية أنه صحيح 100% لاحظوا معي هذه الحالة وين يكون عندي التحرك تأشخصان ولا سيارات ولا مهم يكونوا في اتجاه متعاكسان بلصح يكون عندهم المرجع تأكد المكان لهو واحد لهو تبسى ما نعمل هنا حضروا ما مشي عملوا لكم هذا الدلة الثانية ما قال لك بعد أيمن عن بي وكي يقول لك بعد أيمن عن بي معنتها هنا تخرج لي حتى هي دلة خطية الخط رايبعد على بي اختلاح هنا عطونا المرجع اللي هو تبسى معنتها بزوج بهم نشوفوا المسافة بالنسبة لتبسى معنتها واحد راه يتحرك من تبسى معنتها رايبعد على تبسى واحد راه في المدينة بي وره رايح لتبسى معنتها رايقرب لتبسى اختلاح معي الفكرة هنا هذا هو الاختلاف ما بين وضعيتها وما عندكم وضعية اخرى شكل اخر يعني عندك يحط لك في نفس الاتجاه يائما في اتجاه متعاكسة يائما يعمل لك المرجع اللي هو الوقت اللي هو التأخر والتقدم وعندك اكس يائما تزيد لها يائما تنقص لها يائما يحط لك المرجع اللي هو المكان وفي هذه الحالة تحط المسافة الكلية بالنسبة للثانية هذيك اللي تعرب باللي رح تقرب ترفض المسافة الكلية وتنقص منها مسافة التحرك اللي يتحرك هذا الشخص لحتمعي مهم ربي يعاونكم ويعاونكم الله يسهل عليكم رح قريب البيان ان شاء الله ستكون زيد لكم وضعية اخرى هننحاول قدر الامكان لغالب ما قدرش نخدم مرة الفت فيديو جديد لدوروف مهم في هذي يومين ان شاء الله نحاول لكم كل المسائل اللي نقدر تساعدكم نحاول نحطها لكم وان شاء الله ربي يعاونكم الله ينجحكم شاء الله شكرا